اللي انتو شايفينه على الشاشة ده صورة الدرع الجديد حقرهلكم التفاصيل عشان تبقى الدنيا ماشية صح لانه بالنسبة للارقام انا ممكن اتلغبط شوية الدور العام هيبدأ ان شاء الله 15 سبتمبر نظامه دوري منظرين بشكله المعتاد اللي حضرتك بتتفرج عليه امتى القرعة بعد اسبوعين بينسقه مع ربطة الاندية بينسقه مع الشركة الرعية هيبقى فيه تعديل بعض المواعيد امتى في شهر سبتمبر للارتبطات الافريقية سواء للمنتخب او للاندية الاهلي وبرامدز والزمالك وفيوتشر هيعلنوا مواعيد بعض الاسابيع الاولى من الدوري وليس الدوري بالكامل امتى لما يعملوا القرعة اللي خلال اسبوعين طيب فيه يعني بعض الحاجات يعني عاملة مشاكل للجنة المسابقات لان انت عندك توقف في شهر سبتمبر وعندك توقف في شهر اكتوبر وعندك توقف في شهر نوفمبر وبعدين عندك بقى البطولة الافريقية من نهاية ديسمبر وعندك يناير بالكامل وعندك توقف تاني في مارس وتوقف تاني في يونيو وغير عندك توقفات لبعض الاندية الدوري ابطال الافريقية الكونفدرالية دوري السوبر الافريقي اللي سموه دوري الافريقي الممتاز بطولة السوبر المصري اللي بتضم اربع فرق عملية صعبة جدا لكن الدوري نهائيا يوم 15 من سبتمبر بإذن الله والقرعة خلال اسبوعين من انا بكلم حضرتك فيه والدوري بشكله المعتقد ما نقدرش نقول غير يا مشهل